أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء روكون فرج سالمين البحسني التزام الحكومة للدفع بوضع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية للبلاد وتحقيق الرؤية الوطنية جاء ذلك خلال زيارته بمدينة المكلة لشركة غولف كير للتجارة العامة والمقاولات والتعدين والخدمات النفطية في إطار اهتمامه بقطاع الاستثمار لتشجيع الابتكار والاستثمار في قطاعات متنوعة تسهم في تعزيز التنمية الشاملة للبلاد واستمع عضو مجلس القيادة الرئاسي خلال زيارته من المدير العام للشركة الدكتور ياسين عوض العوبة ثاني إلى عرض مفصل حول المشاريع التي نفذتها الشركة وتدخلاتها الاستثمارية بما في ذلك مشاريع التعدين والخدمات النفطية وناقش البحث مع إدارة شركة غولف كير الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الاستثماري في البلاد وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والجهود الحكومية المطلوبة لتعزيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات الاستثمارية من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للشراكة المحلية والدولية التي ترغب في الاستثمار في البلاد ترجمة نانسي قنقر